مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها وطقس معتدل أثناء النهار ولطيف أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة وبالتالي تكون أجواء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة وأيضا نسبة الرطوبة مرتفعة حوالي 93% إذن هناك احتمال لتشكل الشابورة وتدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الجبلية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة قليل لكن تكون الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى المتوقعة يوم الأحد ما بين 26 إلى 28 في عمان والصغرى بحدود 18 يومين الاثنين والثلاثة أيضا استمرار أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل العظمى بين 27 إلى 29 يومين الاثنين والثلاثة والصغرى بحدود 19 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات والمناطق المختلفة من المملكة نبدأ في المناطق الشمالية إربد 30-19 عجلون 27-17 جرش 30-19 والمفرق 30 إلى 17 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 27-17 مأدبة 26-19 عمان 26 إلى 28-18 والزرقاء 31 إلى 17 البحر الميت والأغوار أجواء حارة نسبيا 36 إلى 26 درجة مئوية والمنطقة الجنوبية أيضا أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا الكرك 28 العظمى والصغرى 18 الطفيل 26-18 الشراه العظمى 25 والصغرى 15 ومعان 32-18 وخليج العقبة أجواء حارة نسبيا العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة ليلا الأزرق 34-19 الصفاوي 35-19 وأرويشد 34 إلى 19 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في يمن الله ورعايته النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة